نروح إلى توضيحك لدكتور بكر أصحاب الشهادات العليا يعني هناك مطالبات تقريباً صار لهم أكثر لا أنتوا اللي ناقلي لهم لا أنتوا حاسبي لهم شهاداتهم كل الوزارات نفذت إلا وزارة الكهرباء لم تنفذ ما مدون بالقانون تفضل نحسب لهم ونحن الممنونين بس العالية أشلال العالية أنه دارت التدريب وبحث الطاقة وحدة من تشكيلات الكهرباء نعم تمنح فرص بالنسبة مئوية حسب توجيهات الأمانة العامة للدراسات العليا نعم هم الأخوان السوا ومتعينوا عندنا باكتان وعقود ورح كمل دراسات عليا ماستر ودكتوراه وكذا من دول ما يستحصل بوافقة الدائرة نعم من إجرات يحسبها دائرة التدريب طابقة القوانين عندما يسمح من قعدة ويا الوزير مرة ومرتين وثلاثة وزير حاول أن يخدمهم ولكن الوزارات الأخرى سمحك وزير حاول ما يضيع جهودهم ويخدمهم على نحو يضمن حقوقهم ويحتسب شهاداتهم الله يعني يوفقهم وكان شوية عندهم مسعى يعني شوية تصعيدي مع دارة التدريب بحشة نجو الأمور مع ذلك العامة معنا للوزير أوجه بتشكيل لجنة ثلاثية طيب هم جزء منها لتعامل بروح القانون مو نص القانون هكو نص قانون ما يسمح هكو روح قانون نلقاهم تغرق واللي احنا سبقا غضينا ومطلوا عن دكتور فكري يعرف على منح سبقا غضينا النظر عنها غضينا النظر عنها وبالتالي تفعلت يعني مسحة ما كان موفق من عدكم طبعا نعم الآن أكو توصيات من الوزير أنه تعاملوا بروح القانون ويقولهم مخرج وعالية حتى نحتسبهم نحتسبها لهم ولا يضع جهودهم وتعبهم وعيونهم الراحة نتيجة القراءة وإحنا بالخدمة وإن شاء الله نحسبها